بسم الله الرحمن الرحيم نعلم أن الطيف الضوئي يتألف من سبعة ألوان أساسية ومن عجائب القرآن أنه ذكر الألوان بصيغة الجمع بالضبط سبع مرات أي بعدد ألوان الطيف الضوئي دعونا نتأمل الآيات السبعة الآية الأولى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الآية الثانية يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الآية الثالثة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم الآية الرابعة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمارات مختلفا ألوانها الآية الخامسة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود إذن هذه مرة ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إذن مرتين في نفس الآية أصبح لدينا ست مرات الآية السابعة والأخيرة ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا أيها الأحبة والله إن هذا التوافق يعتبر من عجائب القرآن الذي لا تنقضي عجائبه فسبحان الله ترجمة نانسي قنقر